GTA 5 جاءت الحرية واللجنون اللي كانت بأول لعبة وخلطوه مع السلاسل في GTA 2 وحطوهن بعالم مفصل 3D مثل GTA 3 بس بحجم عالم مثل سان اندرياس على مرتين وخوتوا معها قدرتك انك تجمع أملك مثل Vice City واكيد الواقعية اللي اجت مع GTA 4 خلطوهن كلهن سوا وحطوهن بإطار قصة متناغمة بين 3 شخصيات مختلفين فيك تلعبن ويطلع لك اللعبة اللي طلعت مصاري أكثر من حيالة متوسط ترفيه تاني واكيد اخر شي جيب الملتيبليير مود مع GTA 4 وعطيهن اياها لجتي اي 5 وتصير اللعبة الوقفة وماشي على سنين بلا منازع في هالأيام عم نسمع وش وشات عن GTA 6 وقدرنا كثير معلومات بينات ونصدورها مع PS5 ومن بعد نظرة صغيرة على تاريخه نعرف انه روكستار دايما نسبقين بس يصير فيه تكنولوجيا جديدة والسؤال هلأ اصار كلما نقرب اكتر واكتر على PS5 لأين راح ياخدونا روكستار هالمرة قلنا ثلاث سنين عم نسمع وش وشات عن GTA 6 لدرجة بلشت لنعطى الهم انه معنى سكيزوفرينيا سيكس واخيرا بعد ثلاث سنين صاروا اصوات الوش وشات اعلى شوي لحد ما طلعوا روكستار ومن كم شهروا بتويت بسيط اعلنوا انه الشغل على GTA 6 قائم ايه وانا اين بتحكي شو يعني اعلنوا انهم عم يشتغلوا على اكتر شي بطلع مصاري بالعالم عن جهد شو ما اقولي كل عندهم يعملو خليك ما عندهم شي أحسن يقولو خاص أنهней،انه نحشن وانتعلم شو ما بصير وانا GTA 6 اولاً تاريخ الإصدار لكن درات كيف معقول بتعرف عن تاريخ إصدارها و Haruna موظفين روكستار ما بيعرفون 고� 해� ở martin شور سواء لك شو بقولو شو بقوله شكرم او شكر تطريق إصدارها يعني حلو سؤالك شو بيقوله شو بيقوله شكرا شكرا بعرف لأنه شركة روكستار الام تيك 2 لما قداعت التنكي اس اي سي فايلينج تبعها بسنة 2020 يلي بفرج عن الحركة المالية المقدرة بالشركة بالخمسة سنين المقبلة حطيت صرف 89 مليون دولار على تسويق بين أشهر قبل 2023 ومارش 2024 ومش بس هنطة لفت النظر إلي لأ بل لفتت نظر جيف كوهن يلي هو خبير بسوق الألعاب وقال انه هيدا أكيد لجي تي اي سيكس وما انه رجع عدل وراء اون تيك 2 وأجلوها النطة لسنة الـ 2024 يعني اللعبة لازم تصدر بين الـ 2024 وـ 2025 يلي بتصيب على الاد مع توقعات توم هندرسون يلي معروف بتستريباته الدقيقة يلي قال كمان انه طريق إصدار جي تي اي سيكس رح تكون بين 2024 وـ 2025 قبل ما كل هالمعمع تصير أصلا وكل هالمؤشرات بتخليني يكون أكيد لنسبة 95% انه هيدا هو رح يكون إصدار هاللعبة وما في أي مؤشرات بتدل لأي وقت أقرب إلا إذا راكستار عنده القدرات تخفي بالضاهي وكالة الاستخابرات الأمريكانية بس دارات أكسكيسيه قال انه جرام على اللعبة وقال انه فيها كتير أساس حلوية شوف الكلب I was playing Grand Theft Auto 6 online I'm gonna say how it is The game is already finished developing it They finished it The reason why the thing is so long is that They are not gonna let roleplay be on 5M They have their own roleplay servers With advanced real life roleplay mechanics XQC كان بوقتا عم بيخبي انه كان عم بيجرب لعبة Overwatch 2 فكبفت تايش للعالم بس حديثه عن roleplay لفت لنظر ولو كان عم بيقلف الحكي من راسه بس ما بعرف شو معقول يكون نقلة نوعية بلعبة مثل GTA إلا أنه يفوتوا طور ال roleplay اللي موجود بشكل من الأشكل في GTA 5 من خلال 5M ويكون جزء أساسي من لعبتهم الجديدة GTA 6 هل هالشي معقول يبرر عشرة سنين تطوير؟ بس لأسف ما فيشي نبني عليها الحديث إلا هلوس من ستريمر عم بجرب ما يفوت بالحير فحنحب انه roleplay يكون موجود بال GTA 6 بعالبي التمنياتنا أكتر من انه شي رح يصير أو فيه إشارة له انه رح يصير لأنه صدقوني نبشت كتير وما فيشي بيدل عليها بس انه إصارت هاللعبة راح تفجر البشرية كلها وتكون ظاهرة مش مسبوقة بعالم الألعاب لأنه لما بيعرف بعد ما في حدا بتاريخ البشرية ما جرب يعمل roleplay game ونجح اللي أصلا عندهم وما عليهم إلا يطبقوا اللي العالم طبقوا بلعبتهم لا يمشي ما حدا بيعرف والموضوع وارد بس كله حكي بالهواء لهلا هلا لما انه حكي بالهواء هو مقال من صحيفة بلومبرغ يلي معروفة بمصدقيتها وبهالمقال بفوتوا بكتير تفاصيل عن لعبة GTA 6 واتضح انه المقال هو محاولة من شركة Rockstar لتبيد وجه ومن خلالها التبييد عطوا معلومات عن اللعبة لتشجع هالصورة الجديدة اللي عم بيجربوا يرسموها لحالهم كشركة عصرية ومتقبلة للجميع بعيدا عن سياساتهم وشو بدهم يعملوا لانهم اخر همي خلونا نفوت بالتفاصيل الحكي فيها عن اللعبة اولا رح يكون في شخصيتين رئيسيتين بلعبة GTA 6 خي واخر لأول مرة رح ينلعب ببنت مجرمي مش بس بشباب اكيد لأول مرة بتاريخ روكستار العصري لانه اذا منرجع لجي تي اي 1 كان فيه بنت بس انه من الوقت الى هلا ما صار في شي من هالنوع ما بعرف ليش واخر همي ليش لانه طالما روكستار عم بيعملوها انا ضامن انه رح تكون قصرة اللعبة كتير حلوة مشوقة وراح نخلصها بيومين ونقعد عشرين سنة اترين GTA 7 بس دراد اتعلم المؤدي منه هيدا اخرص درده GTA صح واستعملت هالغلطة ووجودك لارجع لمح على هالموضوع وخلي المتابعين يضلون متشوقين لانه صار قاطع 4 دايق من الفيديو ولازم ذكرون ليش عم يحضرون لانه احنا كفصيلة بشرية صارت مدة تركيزنا كتير قصيرة ومعقول كل واحد يفلل من الفيديو اذا نسي وساعتها اخسر ما صار واكيد هاللقطة منصلى من خلال اللي نقال بالمقال نفسه اللي عم نحكي عنه من شوية لما حكيوا انه روكستار هدفة تزيد بشنات ومدن عالجيم بطريقة منتظمة بس قبل مفسد ليش هيدا بيعني انه هيدا اخر اصدار لجي تاي خلوني اشكر الباتريونين ثلاثة شكرا لكم على كل هالدعم الكومنتز تلعكن كانوا بجانونهم بارح اذا بشوفوا الانستاجرام بصوريز تبعي بالفونية يعني تقريبا راح احبكي هذا كله بفضلكون و اكيد هنكمل لقدامه خمس فيديوهات بالجمعة مع رصة واحدة و اذا حبين تشتركوا وتاخدوا ميزات خاصة لقلقون فوتوا على راقة لبوشكونا شكرا عم بقول انه هيدا راح يكون اخر اصدار من جي تاي لانه بلا اساس وحسب بلومبيرج حكيوا انه كان برأسهم يعملوا ثلاث مدن اتخام بتسافر بياناتهم و اربع شخصيات رئيسية بتحكم فيهم بس قرروا يقلصوا هالشي بمدينة واحدة و شخصيتان رئيسية و ليش؟ اينما ما يهلكم موظفينه مش لانه اللعبة او الكونسول ما بيتحمى زيدوا هالشي على نيتهم بانه ينزلوا مشينات ومدن بانتظام وهالشي بيفرجة انه محبين يحاولوا لعبة جي تاي من لعبة كمنتج للعبة كخدمة و من هونيكو رايح تصير جي تاي سيكس هي للجي تاي كل زيادات رح تصير على هالاصدار ومش على اصدار جديد وهيدا الشي كمان بيأكدوا نيتهم بانه يخلوا خريطة جي تاي ما تكون خريطة سابتة لا بل بتطوروا وتتغير مع الوقت وبينزاد وبينشال منه قطع وبتغيروا الطلقات لتظلة جديدة وفراش للعيبة لوقت اطول وبما انه هالامور ما كانوا موجودين بجي تاي اي 5 وبعدها اسملة ماشينا 4-9 سنين من اصداره يعني اكيد مبنيتهم بقى ينزلوا اصدار جديد اذا هالقدة عم بجهزوها للعبة انه تضاين وحاليا الصانعين تبع اللعبة عم بيركزوا انه يخلوا المدينة كلها عايشة وتقدر تفوت على اغلب الاماكن الموجودة فيها وتحصها للمدينة اكتر حقيقية من انه مباني ما فيك تفوت جواتهم مثل بالاصدارات الموجودة هلا واذا اللعبة كانت بهالاتقان ما بعتقد راح تحتاج اصدار من بعدها وكمان الصحافية اللي عنده ايد بقلب راكستار كريس كليبل قال انه الانجن اللي عم يستعمل لجي تي اي سيكس سابق عصره وتصريح اخرى حكيت انه الجرافيكز تبع جي تي اي راح تكون واقعية فوتو رياليستيك وهيدا الشيء ابدا ما بيفاجئني من الشركة اللي دايما كانت عم تعمل الالعاب يلي بصيره هن المعيار للالعاب البقية بجيلهم والبعدهم واكيد مع تطور الاي اي من كل المايلات فيكن شوفوا الفيديو مبارح اذا حبين تعرفوا اكتر عنده مزاجات مختلفة يعني معقول تلتقى بباط معصب عم بيسوق ويزمر ويكسر عليك هلا هاي دي من راسي اللفتة بس هل براية الاختراع بوصفة بتحسسك انه هيك رح تكون نتيجتها فولا ننطر لنشوف شو رح يتطبق منا بقلب اللعبة بس اكيد احلب كتير انك تنزل تقتل زلمة كسر عليك من انه تقتل زلمة ماشي ومتعطة معك فبعرف بحسب تكون غير احساس اكيد كل هالحديث باطار لعبة جي تي اي واحد ياخده كليب لحاله ويحطه عا تيكتر راكستار شركي معروفي تكتمه وهيدون المعلومات الوحيدة اللي قدرت شخصيا اكد عليها من خلال التأكد من المصادر او وجود عدة مصادر موسوقة عم تصدر عنا لها المعلومات غير هيك كله رح يكون اشاعات وضجع الفاضي وحتى يمكن هالمعلومات تكون تضليل من شركة راكستار لبعض العالم عن الواقع ويكون تشويش من عنده بس اللي بعرفوا انه شما تصدر لعبة جي تي اي سيكس رح تكون اسطورية مش لانه كلنا ربينا عا هاللعبة وعننا تعلق فيها مش مبرر بل لانه ما تعودنا الا عا التمييز والسبقية من شركة راكستار ولا مره بعد خزلونا لكن اللي عم بيسأل وين كنت شو صار معك شو السيرة مش مهم المهم انا هللق صرت هون رحكون كل يوم هوني مع دسة بتول احد على الساعة تسعة على يوتيوب خلو الماضي بالماضي وخلونا نفكر بالمستقبل وعايز يومين ريحة لانه عم بلي الشغل على الفيديو من 8 صبح خلص 8 بالليل فهيك حسيت انه شوي بتنفس فيها يومين بالجمعة وبقدر كمل لوقت طويل وكيد شكرا كتير على التعليقات مباريح ما بحيات اتأثرت هالقدي بس لما تشوف انه في ثلاثين الف انسان بحبك لو قد ما كانت تدني صودة بوجك على قليلة بيساعدوك تكفي شكرا كتير كنت بحاجتكم كتير تكونوا حدي وكنتوا موجودين قبلي بدون ما اطلوب والله يحسسكم بالمحبة اللي حسستوني فيها خارج الحال كمعكنون دراج شكرا كون بخارجة ونسبق فايسبوك ونسبق شكرا كون بحيات جيه